بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مشاهدي قناة الأهل في كل مكان متابعتنا اليومية خلال الفترة الحالية لاستعدادات النادي الأهلي واستعدادات المنتخب لمشوار كأس العالم والمباراة القادمة الختامية لمنتخبنا الوطني أمام السعودية بإذن الله يوم الاثنين في ختام الجولة السالسة من المجموعة الأولى ويعود بعدها مباشرة المنتخبنا الوطني من روسيا إلى القاهرة بعد ختام المشوار والخروج من الدور الأول لكن استعدادات النادي الأهلي متواصلة خلال الفترة القادمة للموسم الجديد وبدأت الاستعدادات منذ أيام قليلة بمعسكر مغلق لفريق النادي الأهلي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي في مدينة أو في معسكر مغلق في برج العرب حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باترس كارتيرو يتواجد الفريق في معسكر مغلق بدأ منذ يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى منتصف الإسبوع القادم استعداداً للمرحلة القادمة واستئناف المشوار الأفريقي والمقرر بدايته أو استئنافه مع منتصف شهر يوليو القادم بمباراة تاونشيب بطل بتسوانة في الجولة السالسة من المجموعة الأولى لدور أبطال أفريقيا المرحلة الثانية من الإعداد البدني والجاهزية الفنية والبدنية لفريق النادي الأهلي خلال هذا المعسكر حيث فضل باترس كارتيرو أن يكون هذا المعسكر وبعيد تماماً عن أي ضوضاء والفريق بعيد تماماً عن أحداث مباراة كأس العالم والمتابعة الخاصة بمباراة كأس العالم وأيضاً في مكان بعيد تماماً عن وجود الجماهير أفضل كارتيرو أن يتواجد في هذا المعسكر من خلال أربعين لاعب بخلاف لاعبي الفريق الأول هناك عدد كبير من قطاع الناشئين متواجدون داخل المعسكر المغلق فرصة طيبة لباترس كارتيرو وجهازه المعاوني كابتن محمد يوسف والكابتن نسامي أمصان وأيضاً مايكل لاندمان مدرب الأحمال وحسين عبدالداي مدرب الأحمال المساعد للغلق اللاعبين وجاهزيتهم من الناحية البدنية وأيضاً الفنية وفرصة طيبة لعدد كبير من قطاع الناشئين لمتابعتهم والفرصة الطيبة لعدد كبير منهم للتعبير عن أنفسهم خلال تدريبات قطاع الناشئين خلال الفترة الحالية والتواجد مع الفريق الأول لأن باترس كارتيرون دائماً من المدارس التي تحب أن تعتمد على عدد من لعب قطاع الناشئين وهناك عدد كبير جداً من قطاع الناشئين سواء في مرحلة 97 أو مرحلة موليد 99 هناك عدد كبير من هؤلاء اللاعبين بيتدربوا مع المدير الفني ومع الجهاز الفني بالكامل سواء في مركز حراسة المرمى بعد عودة عمر ردوان وأمامنا في الصورة كان منذ قليل أيضاً كمان مصطفى شبير وأيضاً رمضان مصطفى حارس فريق نادي الأهل موليد 99 هناك أيضاً بعدد كبير من قطاع أشياء قدامنا دولاتي صلاح طبعاً وهي صلاح محصن وعدد كبير قدامنا كمان أحمد ياسر ريان فرصة كبيرة لعدد كبير من القطاع للتواجد مع باترس كارتيرون اللي بيبقى حريص على كل تفصيلة داخل هذا المعسكر يكون متواجد فيها وبيشرف عليها بنفسه مع باقي الجهاز الفني كابتن مصطفى كمال أيضاً مدرب حراس المرمى المتواجد مع الفريق الأول واللي تم اختياره في التشكيل الجهاز الفني بالكامل كابتن محمد يوسف عمل برنامج خاص مع الجهاز الفني خلال الفترة الحالية وتدريبات الفريق على الملعب الفرعي في استاد برج العرب بالتدريبات سواء صباحية أو مسائية الجهاز الفني في أيام عمل فيها تدريب على فترتين فترة صباحية في الساعة السامنة صباحاً وبيسبقها بالتأكيد تناول اللاعبين لوجبة الإفطار ثم تدريب مسائي بينقسم إلى جزئين في تدريب في حدود الساعة أربعة ونص وتدريب لمجموعة أخرى بتكون في حدود الساعة خمسة ونص عمل توليف ما بين تلت عدد اللاعبين في الفريق الأول مع مجموعة مطعمة من فريق الناشئين وأيضاً التأسيم الأخرى والمران الآخر بيبقى في حدود الساعة خمسة ونص عدد من لعبي الفريق الأول ومطاعمين بأيضاً عدد من لعبي قطاع الناشئين بالنسبة لي باترس كارتيرو تفكيروا في هذا المعسكر أنه بيقول لو أطلع بلعيب أو اثنين أو ثلاثة من قطاع الناشئين هيكون فرصة طيبة بالنسبة لي قبل بداية التدريبات بنشوف قدامنا على الصورة بيبقى فيه دايماً اجتماعات للجهاز الفني والجهاز الإداري كابتن سامي أمصان دايماً بتناول الحديث مع مايكل ليندمان مع كابتن محمد يوسف شايفين قدامنا كمان أحمد حسن ده المترجم الخاص بباترس كارتيرو باترس كارتيرو أيضاً كمان كان حريص لأنه يتعامل مع مدرب إيطالي أو مندوب إيطالي من شركة بتشتغل في مسألة القياسات البدنية والجهاز الفني للنادي الأهلي استعان بجهاز جي بي اس هذا الجهاز بيتعامل على تحديد ومقياس القياسات البدنية للاعبي الفريق في المران سواء في التدريبات البدنية وفي الجري وفي المران البدني أو حتى في التأسيمة الفنية وفي التاكتك اللي بيأدي كارتيرون مع اللاعبين هو برنامج بيبقى فرصة طيبة للجهاز الفني بيتعرف من خلاله على حالة اللاعبين جهزية اللاعبين قدرات اللاعبين كل لعب محتاج جرعات تدريبية إزاي خلال الفترة القادمة من اللاعب اللي سرعاته أقل اللاعب اللي سرعاته أكبر التحمل البدن عند لعب عن آخر شيء جيد جداً في فترة الإعداد بيتم الأخذ بنواحي علمية بالتعامل مع شركة إيطالية ومنذوب إيطالي اسمه أدريان هو متواجد مع فريق النادي الأهلي في معسكر برج العرب لتنفيذ هذا البرنامج برنامج جي بي اس على كل اللاعبين المتواجدون داخل معسكر فريق النادي الأهلي في برج العرب أيضاً تدريب حراس المرمى في متواجد مع علي لطفي وممكن هو الحارس المتبقي من الفريق الأول إنه عندنا اتنين حراس في كاس العالم محمد الشناوى وشريف إكرامي لكن أيضاً هناك ثلاثة حراس من قطاع الناشئين مع علي لطفي وتحت إشراف وتدريب الكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى فيه مصطفى طارق فيه مصطفى شبير فيه أيضاً كمان عمر ردوان الحارس العائد من فترة أعارة كان تم أعارته للعديد من الأندية خلال السنتين الماضيين آخر نادي كان بيلعب فيه عمر ردوان كان نادي الرجاء بمطروح فيه الأسكندرية وبعد نهاية الأعارة فضل الجهاز الفني أن يعود عمر ردوان للتدريب مع الفريق الأول فرصة طيبة أيضاً لمتابعة الحراس الناشئين ومنح الفرصة لأي من الحراس إذا تخطأ السن أو إذا تواجد فيه فريق الشباب موليد 97 اللي هكون عندهم سبعة رسمية خلال الفترة القادمة أن يكون أعارة أيضاً لأحد لأي من الأندية خلال الفترة القادمة للمزيد وحصوله على المزيد من الخبرات ومزيد أنه هو قدرات يقدر يلعب فيه الدور المصر ويكتسب خبرات عديدة فبالتالي فرصة طيبة جداً وتواجد حراس ناشئين سواء مصطفى شبير هو موليد 2000 عندما يتواجد فيه معسقر الفريق الأول ده بالتأكيد حاجة مميزة جداً أيضاً يبقى هؤلاء اللاعبين موجودين عن قربه أمام الجهاز الفني يقدر يشوف كارتيرون القماشة اللي قدامه من قطاع الناشئين اللي على مدار الموسم يقدر يستعين بمين فيهم خلال الفترة القادمة وعلى فكرة هؤلاء اللاعبين قد يتواجدوا مع النادي الأهل في البطولة العربية لأن البطولة العربية يعني خلال اللايحة ومن خلال متابعتنا اللايحة البطولة العربية اللايحة المنظمة بتسمح لكل نادي بالمشاركة بأربعين لعب خلال أي مباراة القايمة بتبقى 23 لعب فقط لكن 23 اللي هتلعب بيهم كل مباراة لازم من خلال قايمة متحددة بأربعين لعب فتواجد ناشئين بهذا العدد في معسقر الأسكندرية في برج العرب بالطبع يكون فرصة طيبة لكارتيرون للتعامل وأخذ هؤلاء اللاعبين في بعض المباراة خلال البطولة العربية التي ستنطلق بإذن الله خلال شهر أغسطس المقبل شايفين كمان نصر ماهر كريم ندفد أحمد علاء وليد أزارو أحمد حمودي شايفين كمان يوسف الجبالي يوسف الجبالي ده أحد الصفقات المنضمة من نادي الشمس مؤمن زكريا هو عاد للمعسقر وتواجد فيه معسقر فريق النادي الأهلي بعد ما كان استأزم لكابتن محمد يوسف لمدة 48 ساعة لكن تواجد فيه المعسقر نصر ماهر أحد اللاعبين الواعدين والعائدين لصفوف فريق النادي الأهلي بعد نهاية فترة الأعارة في نادي سموحة وبلغة الكورة نقدر نقول على نصر ماهر لعب استوى خلاص أصبح جاهز ويتواجد في الفريق الأول كريم ندفد ميدو جابر فادي فريد اللي بجوار كريم ندفد ده فادي فريد أيضا شايفين على الجهة المقابلة أحمد ياسر ريان أحد المهاجمين الواعدين اللي متواجد فيه صفوف الفريق الأول الإسلام محارب من اللاعبة اللي تميزت وظهرت خلال الموسم الماضي رمي ربيعة متواجد صلاح محصن أحد المهاجمين الشباب اللي لهم مستقبل كبير جدا خلال الفترة القادمة كل هذه الظروف وكل هؤلاء اللي عمين في هذا المعسقر فرصة طيبة جدا لباترس كارتيرون لأنه عنده ملفات عديدة خلال الفترة القادمة ما بين بطولة أفريقية محتاج يؤيد أربع لعبين لاستكمال القائمة لتلاتين للاعب وما بين الاستعداد للبطولة العربية اللي بتضم في قائمتها أربعين لاعب فبالتالي محتاج تشوف لعبة من الناشئين محمد شريف أحد اللاعبين الواعدين اللي انضموا من صفوف ودي دجلة وأحد اللاعب اللي كانت اختيارات باترس كارتيرون في ودي دجلة واللي صاعد به من قطاع الناشئين للفريق الأول أحمد حمود اللي بتطلع عليه بداية موسم مختلف تماما مع النادي الأهلي عن الفترة السابقة وإثبات الوجود والتواجد مع الفريق الأول في الفترة القادمة مهم جدا وإحنا في نهاية شهر يونيو كمان يعني باقي أسبوع هيكون اختيار القائمة المبدئية القائمة الأولى هاترسل للتحاد القرى قبل يوم تلاتين ستة فمن خلال هذا المعذكر وبعد عودة الست لاعبين الدوليين في المنتخب الأول وننتظر موقف علي معلول مع المنتخب التونس اللي أمامه بورا مهمة جدا أمام بلجيكا هيقدر يختار القائمة المبدئية اللي كانت متواجدة مع الأهلي في الموسم الماضي ثم هيختار القائمة النهائية بعد ذلك في أوائل شهر سبعة الخارجي اللي هيكون في إحدى الدول الأوروبية خلال الفترة القادمة يقدر يختار التوليفة والقائمة النهائية القائمة للأسف عادتكون 25 لاعب محتاج أي ضربة عشان يستكمل القائمة الأفريقية لتلاتين لاعب محتاج يحضر للبطولة العربية بقائمة أربعين لاعب شايفين الفارق والمقارنات بين القوائم في العديد من البطولات قائمة محلية 25 قائمة أفريقية 30 قائمة في البطولة العربية بأربعين لاعب فبالتالي الراجل هيكون شغال في أكثر من محور وأكثر من اتجاه سواء في الاعتماد على قطاع الناشئين في المباريات البطولة العربية لأن البطولة العربية أنت بتلعب ب23 لاعب فبالتالي محتاج في بعض المباريات ونديجة ضغط المباريات أنك تضم عدد من لعبي قطاع الناشئين بأن القائمة هتكون أربعين لاعب لكن القائمة الأفريقية هتبقى فيها مشكلة كبيرة جداً مش في البطولة دي الحالية البطولة القادمة البطولة القادمة اللي هتنطلق في شهر ديسمبر أنت هتكون مضطرة تلعب بالقائمة المحلية اللي هتبدأ في شهر أغسطس القادم اللي هتلعب بيها بطولتين يعني القائمة المحلية اللي هتقيد في شهر أغسطس هتلعب بيها ثلاث بطولات البطولة الدورة العام ثم البطولة الأفريقية المستمرة حالياً ثم البطولة الأفريقية اللي هتبدأ إن شاء الله في شهر ديسمبر وجزئية أخيرة يعني عايز أأكد عليها كل هذه الموعيد وكل هذه البطولات لم تأتي من فراغ ولم تظهر فجأة الاتحاد الأفريكي في شهر يناير الماضي أعلن عن تغيير أجندته الدولية والأجندة الأفريقية لمدة ثلاث سنوات قادمة وأعلن في شهر يناير وبعد كونجرس الكاف في المغرب حدد موعيد البطولات الأفريقية ليست الموعيد تم تحددها الآن ولا منذ الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي الأجندة الأفريقية محددة منذ شهر يناير الماضي أنه بعد انتهاء البطول الأفريقية الحالية في شهر نوفمبر بعدها بأسبوعين مباشرة ستنطلق البطول الأفريقية لتنتهي في شهر مايو ثم كأس لوم الأفريقية 2019 في الكاميرون تلك هي المتابعة والشيء المتعلق بالفريق الأول ومستابع للفريق الأول خلال المرحلة القادمة سواء في اللاعبين أو حتى معسكر الاستعداد واختيار القوائم في الفترة القادمة ما بين محلية وعربية ثم أفريقية لكن مستمرين بالنسبة لأخبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقطاع كرة القدم وهناك خبر مهم جداً بتنتظر جماهير النادي الأهلي كل عام وفي هذا التوقيت في شهر ستة وهو انطلاق اختبارات الناشئين في النادي الأهلي هذا الخبر الأبرز